الإمام الحسن عليه السلام هو ثاني أئمة أهل البيت عليهم السلام والده أمير المؤمنين علي عليه السلام وأمه السيدة الزهراء عليها السلام ولد عليه السلام في المدينة المنورة في الخامس عشر من شهر رمضان في السنة الثالثة للهجرة لقب عليه السلام بكريم أهل البيت وورد في حقه الكثير من الأحاديث فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال من أحب الحسن والحسين أحببته ومن أحببته أحبه الله ومن أحبه الله أدخله الجنة ومن أبغضه ما أبغضته ومن أبغضته أبغضه الله ومن أبغضه الله أدخله النار استشهد عليه السلام مسموماً في السابع من شهر صفر سنة خمسين للهجرة ودفن في البقيع الغرقد ترجمة نانسي قنقر